مرحبا برج الثور هذي قراءتكم العاطفي قراءة أصلح حق الطالع والشمسي والقمري هاليوم بسوي القراءة بأسلوب المرأة يعني أنت على هاي الجانب والحبيبة والشريك على الجانب الآخر ونشوف اختلاف الطاقة بينكم وتوافقها خلال الشهر ممكن أيضا أنت يناصبك الجانب الآخر فخذ القراءة بما يناسب طبيعة علاقتك مع الشريك راح نشوف اول شي جانبك انت يا برج الثور ورابع كرت الكرت الاولي راح يكون الطاقة العامة أو الطاغية على علاقتك مع الشريك خلال الأسبوعين القادمين من هالشهر نشوف الشريك الطاقة العامة والطاقات المتفرعة عندنا نشوف هنا برج الثور اول كرت عندك الامبراطورة مقبل على فترة نعم مادية أكثر من العادة وفترة راحة فترة رخاء وكأنما قاعدت تتباها بالرخاء أمام الشريك وأمام اللي حولك برج الثور اشوفك هني عندك طاقة الامبراطورة وهي طاقة برج الميزان الشريك او الحبيب عنده طاقة ايضا برج هوائي وهو الجوزاء اهني شوف ما بين الكرتين نشوف ان طاقتك جدا راح تكون من سجمة مع الشريك الفترة القادمة او خلال الأسبوعين القادمين انت راح تمتلك اذا كنت بانتظار اموال او بانتظار مثلا ورث او دفعة مالية راح انت تملكها اكثر من الشريك في الفترة القادمة او على الاقل راح تملك او يعطيك الشريك لانه يحبك لانه عندنا كرت العاشقين هنا راح يعطيك التحكم المالي المطلق والثقة التامة فيك راح يقولك انا اثق فيك تحكم انت بامور المنزل او يعطيك الاموال مثل الامانة عندك انت هني تشعر بالازدهار بالبهاء كأنما قاعدت باهي اهل الشريك المجتمع محيطك الخاص ان شوفوا فلان او شوفوا حتى فلانه اشلان واثقة فيني درجة الثقة العمياء هنا بما ان العاشقين ممسكين بعض وهم مغمضين عينهم وهم معناه الثقة راح تكون عمياء من الناحية المالية وايضا من ناحية ان الشريك هو اللي راح يضخ امواله فيك خصوصا اذا كنتوا مقبلين على فترة خطوبة او زواج راح يعطيك انت في يدك المبلغ الكبير المبلغ الكامل ويقولك انت تصرف اذا داخلين مشروع شراكة مع بعض او بناء راح يعطيك كأنما يرجع بعدين الى البيت ويخلي الاموال عندك هي السودعها عندك انت راح تحكم او تحسن التصرف فيها راح تكون خير مؤتما ولكن في نفس الوقت عندك طاقة التباهي خلا نشوف باقي الكرتات اهني اول كرت ملك النار او ملك الاغصان يقابله الخماسيين شريكك في الفترة القادمة يقولك يا برج الثور انت في الماضي احتمال اني ما وثقت فيك او ماك انا كنت عند حسن ظنك انا يا برج الثور كنت اتصرف بطريقة عشوائية بطريقة ساذجة غير ناضجة طاقة المراهقين عندنا هنا انزين ما كنت اتصرف او احسن التصرف ولكني اثق الحين ان انت يا برج الثور اللي لازم تضع الخطط لنا اذا كنتوا مقبلين مثلا على انتقال او زواج راح ينظر لك الشريك انت عشان تتحدد اي كثر اموال راح تصرف في هاي الجانب اي كثر اموال راح تصرف في هذاك الجانب وحتى مثلا لو مقبلين على زواج من اللي راح تدعو عصب تحكم في يدك انت كأنما يقول لك انت اتفصل وانا البس انت تخيط وانا البس واثق في حكمك عندك طاقة ملك طاقة النضوج طاقة اثبت نفسك مو فقط للشريك يا برج الثور انت اثبت نفسك على المدى الطويل لانه هذي طبيعتك الترابية ولكن كأنه مهني اثبات النفس راح ينتقل الى من طبيعة ترابية الى طبيعة نارية النار هي طاقة الافعال طاقة الاوامر المباشرة طاقة اني انا انظر الى مصلحتي او مصلحة علاقتنا قبل اي شيء ثاني والشريك ايضا راح يكون متجاوب معاك بشكل جدا جميل في الفترة القادمة لان انت هنا اشوفك اللي تتحكم على اي رجل او على اي خماسي يضع رجله التحكم راح يكون عندك انت مثل العصى اللي تأمر فيها وتنهي على الشريك في الفترة القادمة وان كانت عنده اذا كان ينطبق عليك هذا الشيء وشريكك في السابق كان عنده خيارات اخرى فتأكد انه في الفترة القادمة راح انت تكون الخيار الاول بالنسبة له راح يتخلص من هاي الطاقة قاعدة اشوفها تروح هذه الطاقة لانه يشوفك انت بعين الشريك المثالي الشخص الموثوق مستودع اسراره الكرت اللي بعده عندك اربعة السيوف اربعة السيوف لحد الان عندك مخاوف عندك نوع من المخاوف لان السلطة او القوة تعدى تتحول تجاهك مرة واحدة اتعرف لما يقولك احنا ما نخاف من الفشل كثر ما نخاف من النجاح نخاف اننا نستيقظ يوم من الايام كل ما نحلم فيه تحقق عندنا ما راح نقدر نستعب هاي الطاقة عندك طاقة كبيرة قادمة في طريقك من القراءات السابقة ترى تدي تشوفها تجاه برج الثور قادمة في الطريق طاقة الامبراطورة الرخاء المطلق الاموال مع الزرع مع الالتهار مع الابناء كل شيء خصوصا اذا كنت تحاول ايضا انت والشريك في الانجاب راح يكون فيه راحة بعد التعب وقابل طاقة اربع سيوف العربة كأنما انت في البداية هني في البداية راح تكون سعيد انك تعطي الاوامر في طاقة ملك النار تقول للشريك سوي تذي لا تسوي تذي بنعزم فلان ما بنعزم علان راح نروح هذه الدولة او نسكن في هذا البيت انت تختار انت عندك طاقة الاختيار وطاقة التحريك للشريك ولكن بعد فترة لما تهدأ الطاقة عندك تبتدي تستوعبها يعني سير لها مثلا كم يوم او اسبوع راح تبتدي شوي تدخل في طاقة التخوف طاقة اريد ان ارجع الى طبيعة المرتاحة قبل هذا الوضع طبيعة المريحة طبيعة اللي ما عندي فيها الكثير من المسؤوليات لكن الشريك هو اللي راح يكون سندك في الفترة القادمة راح يكون فيه تواظق جدا جميل بينكم لما انت تتعب وهو راح ياخذ عنك دفة القيادة عندنا كارت العربة كارت برج السرطان اني ايضا عندنا الابراج النارية ولكن راح اقرأ الابراج الرئيسية البرج الرئيسي للعربة هو برج السرطان كأنما الشريك لما انت تتعب شفت في نوع من السباق الجري يكون فيه تتابع من شخص الى شخص كل فريق يقف عند منطقة معينة كل شخص في الفريق وكل شخص يحمل الراية او العلم الى فقط مسافة معينة بعدين يتعب هذا الشخص يكمل شخص من الفريق عند المشوار راح تكون جديد طاقتك مع الشريك في الفترة القادمة خصوصا اذا كان فيها انتقال سواء انتقال الى مدينة انتقال في عمل انتقال من اللعزوبية الى الزواج انتقال الى مرحلة دراسية جديدة راح يكون الشريك جدا متوافق معاك وتعجبني طاقته لانه مؤثنيكم تحاولون تتحكمون في نفس الوقت لا في البداية راح يعطيك اندفة القيادة لما انت تحس الموضوع صار وايد عليك او تعبت او اللي راح يمسك برجام الامور بالتحكم وياخذ المسئولية عقبك جميل هذا احب طاقة سباق التتبع اللي بينكم نشوف اخر كرت خمس الخماسيات خمس الخماسيات حبك لمساعدة الاخرين يا برج الثور في الفترة القادمة احتمال سيمثلك نقطة ضعف شوية لانه انت قاعد تصعد مع الشريك او تدخلون على مرحلة جديدة فما تقدر في هذا الوقت في نفس المرحلة تتحكم بزمام الامور في حياتك ايضا تساعد المحتاجين او تساعد احد من الاهل والاصدقاء اللي يطلبون مثلا وقتك اموالك يطلبون اهتمامك لمشروع معين مثلا ملك الاكواب شركك سيكون متفهم ولكن شوف لما يكون عنده ملك الاكواب معناته صح انت لك الحكم في الامور المالية في الفترة المقبلة وشريكك سيساندك ويثق في حكمك ويسمح لك حتى باتخاذ القرار ولكن لما يأتي الموضوع الى نصيحته مو معناته ان انت عندك تحكم ان ما تسمعت لنصيحة الشريك عندي لطاقة الابراج المائية هنا انزين قلت لك هنا سرطان ممكنك ايضا نكون حوت او عقرب اذا شريكك نصحك ان مثلا هذا المبنى ما يصلح هذه الجامعة ما تصلح او خلنا مثلا نسوي العرس اصغر من شذي اكبر من شذي التفاصيل او مثلا لا تعطي اموالنا اللي احنا نحتاجها في الفترة المقبلة الى الاصدقاء والاهل اللي يطلبون منك حافظ على الاموال احرص انك تسمع نصيحتها لان ملك الاكواب دائما نواياه طيبة تقدر تثق فيه تعتمد عليه تعتمد عليه ما راح ينصحك من اجل انه يتحكم بدالك هذا ما ينظر شريكك في الفترة القادمة ما ينظر الى الرغبة في السلطة سعيد جدا وفخور فيك حتى ملك الاكواب دائما هو طاقة الاب الفخور فخور فيك انه انت في النهاية وصلت الى طاقة انا امسك بدفعة التحكم ولكن في نفس الوقت لا تسمح لطبيعتك الطيبة اللي دائما تحب تساعد فيها الاخرين سواء بالاموال او بالوقت مثلا رابعك او اصدقائك يطلبون منك واكفة الاخرين يطلبون منك انك تعمل اكثر وقت او تعمل اوور تايم مهما كان الموضوع في الفترة القادمة دائما احرص وان كانت دفتة التحكم عندك ان تشاور شريكك تعتبره مثل المستشار الحكيم اللي تقدر تحتمد وتثق بنواياه خذ راية قبل ما تقبل على اي خطوة بتقولي ليش؟ بقولك لان لا تسنى اهوة راح يكون الشخص اللي واقف معاك يتحمل نتائج قراراتك راح ياخذ الدفة بعد ما انت تدعب وكمل المشور بما ان هذا عمل جماعي لازم يكون فيه تنسيق راح اشوف كيف راح تطور الامور بينكم خلال هذا الشهر او الى اين ستصل اوكي هذا كرت برودوثور نشوف الكرت الثاني للشريك و قلت لك ممكن الجانب الثاني هو اللي تحس انه يناسبك اكثر اخذ الجانب اللي تحس يناسبك مع الشريك اوكي هذا الجانب الشريك اتوقع ايضا ان شوف تكرت طاقة مائية عشر الاكواب السعادة الكاملة الاسرة المستقرة تقليدية ولكنها مستقرة وفيها الكثير من الحب في نفس الوقت و انت عندك بالضبط او سوري ما عشرة الاكواب الكوبين طاقة السلمة طاقة الحب طاقة اللي ممكن اسوي اي شي عشان انت ترضى عني و انت عندك عشر الخماسيات قلت لك الكثير من الاموال او على الاقل لوموا الاموال نفسها و انما القرارات بخصوص الاموال ممكن يكون الشغلتين حتى القرار او حكمك الاخير الاموال على وين تصرف ولمن تعطى وعن من يمكن انت هنا بعد عندك طاقة تريد ان تمنع اشخاص معينين من الحضور الى زواجك من ان يعرفون عن امرك مع الشريك ما تبيهم يعيشون هذه المرحلة من الازجهار معاكم لانه كأنه ما تراهم هنا كما الاعداء يمكن انت بعد اللي تشوفهم ما تثق فيهم ما تبي تدخلهم في حياتك شريكك اقول لك خلال هذا الشهر رح نجساز رح نجساز هذه المرحلة مع بعض انت اؤمر وخلني انا احبك انا رح اعطيك طاقة الثقة طاقة اللي مستعد اكون معاك سواء وهذا طاقة جميلة شريكك مو رح يكون معاك او يقف معاك فقط لما تختار الخيارات الصحيحة لا حتى لما تختار يا برج الثور حتى لما تختار تحط اموالكم او تقوم حتى ببعض الاستثمارات في الوقت او في الجهد او حتى تحط ثقتك في ناس خطأ بعد سيوقف معاك بعد ما رح يتخلى عنك طاقة السولمات او توأم الروح اوكي وعشر الخماسيات طاقة الاسرة مجتمعين مثل ما تشوفي هنا الاسرة العائلة الاهل السعادة الكاملة عشر الخماسيات هي مرحلة نصل فيها مع بعض مو جهد فردي وايضا لما نصل الى هذا الكمال لان اعلى رقم في التار هو عشرة نقدر نتباهى قلت لك من البداية عندك طاقة التباهى الامبراطورة طاقة انا املك كل شيء الزوج الاموال السعادة وان كنت الحين تحس انه مو ملك كل شيء تأكد انه معنى هذه القراءة ان هذا الشخص اوكي رح تقدر معاه تحصل الشخص اللي بهذه المواصفات رح تقدر تحصل معاه على كل ما تتمنى انت على الطريق انت على الطريق